هل الجماعة الأوروبيين واعين ومستعدين للتعامل في إطار تحمل مسئولية مقترفه العالم الحر تبقى لتعبيراتهم يعني أو الأخ المواطن الأبيض العرق أو أخونا الأوروبي من جرائم في إفريقيا متعلقة سواء إذا كان بالاستعباد وبالقتل وبالنهب وبصرقات الموارد وما إلى ذلك وحتى الاستغلال فيما بعد استقلال الدول الإفريقية كان يتم استغلال من خلال بعض الأنظمة الفاسدة التي تحكم هل الأوروبيين مستعدين يساعدوا في مسألة القضاء على التطرف تحديدا الجماعات المتشددة المسلحة في غرب إفريقيا ولا هتبقى المسألة دايما في إطار أنا هحدف لكوا إرشين وتصرفوا يعني كما تعلم العالم ليس جمعية خيرية لا يضرب منطق الجمعية الخيرية وإذا المصلحته بالضبط لا ما هي المصلحته المصلحة من وجهة نظرك حضرتك وأنا ومن يلف لفنا آه دي مصلحته أنه يبقى الأمور كويسة والدنيا يتمشي عشان نقضي ببعض اللي هو زي ما أفروض من مصلحة إسرائيل أن الشعب الفلسطيني يبقى هاني ومحترم ومستقل واحد في دولة طبيعية لكن هو يقول لك أنا ليه أديهم دولة وأنا مش محتاج مهم مقاسمين ومتفرقين إسرائيل ستوافق على دولة فلسطينية حينما تشعر أن سمن احتلالها أكبر من سمن هذا الإسرائيل وبالمنطق نفسه ده ممكن مثل بعيد شوية بس نمكن نقيص عليه طول الوقت ما الذي يدفع الأوروبيين أو الغرب عموما أنه هو تنهض القرن أنت عايز موارد وعايز وقفة هجرة غير شرعية وعايز عدم تصدير الإرهاب وعايز ترويج لمنتجاتها حلو إذا أنا التجربة ماشية وأنا بدفع 8 أقل المنطق الاقتصادي طول الوقت هو منطق يعني أو العالم أو مضامه يفكر منطق اقتصادي إذا هذه الصيغة ماشية فكويس خير وبرك شانت عاوز تبيعها لازم يكون في عندي فلوسها بأزبون ما هو ما بتمشيش بالشكل ده طول الوقت يعني لو كده العالم هيتحول للعالم مثالي لكن يعني فيه جزء من التفكير الغربي مازال موجود لدلوقت الكلام اللي عبر عنه كيبلينج اللي كان بيقول الشرق شرق والغرب غرب وليلتقيان طبعا الصورة غيرت وفيه عولامة وفيه حاجات كتلة جدا لكن جزء من هذا التفكير مازال موجود عند آخرين اللي هما بينظروا إلى القرى الأفريقية منظرة المحتل أو المستعبد القديم الذي كان يستعمل القرى ويستعبدها ماشي لأنه فيه نقطة مهمة جدا هو من الذي يشجع الأنظمة الفاسدة في القرى الأفريقية هم 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 نفسهم هم نفس الحكومات دي هو اللي بيماول هو اللي بيدعم هو اللي بيساعد هو اللي بيؤجد انقلبات طبعا ده فيه بعضهم مرة مرتزق أوروبي كان هو اللي دار يعمل في القرى غرب أفريقيا أو شرق أفريقيا أو وبالأجر يعني فالاستعمار الأوروبي ظن إن فيه مازال منه جزء موجود طبعا مش نفس الصورة الفجة والسافرة اللي كانت موجودة قبل ذلك لكن السياسات الاستعمارية الاستعمار العسكري اختفى لحد كبير لكن ما هو الاستعمار الاقتصادي شغال ومش في أوروبا بس اللي برضو عشان ما نزمهوش كله بيشتغل بنفس الذي تغير القبعة لكن الجسد واحد كما هو فبالتالي ما حكى جلدك مثل زفرك فتولى أنت جميع أمرك أنت لما لن يساعدك الغرب أو الشرق أو أي حد ما لم تساعد نفسك أولا يعني للأمانة برضو عشان لا نحمل شماعة نعلق كل مشاكلنا على شماعة الاستعمار وهي شماعة حقيقية لكن يعني هل يبقى فيه يعني طبقة فاسدة في عدد كبير من الدول الأفريقية تنهى بسرواية بلادها أولا بالتعاون مع بعض الغربيين أو بعض الأجانب واجه ألوم الغرب ولا ألوم هذه الطبقة الفاسدة واللي هو بيبقى الضحية الوحيدة لها هو المواطن أو الشعوب الأفريقية يعني الحمد لله أنه طبعا إحنا واصر وغالبي الدول الشمال الأفريقية حالها أفضل كثيرا إلى حد الماء فيه بقى عضو كثيرة في أفريقيا زي رواندا كانت أسيوبيا بدأت تصعد في فترة لكن الجنون أبي أحمد والحرب الأهلية والقمع اللي حصل في التجري والقسامات رجعتهم سنوات طويلة جدا ترجمة نانسي قنقر